بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي طابت سنة ستة. انا افضح نتكلم عن موضوع مهم جدا في امراض النساء والتوليد. الا وهو الاكتوبيك بريجنانسي او الحمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم من الامراض اللي هي الامراض اللي هي تسبب بليدينج زي هذه الابورشن زي الاكتوبيك بريجنانسي زي الفيزيكولر مول. وان كان الاكتوبيك بريجنانسي يعتبر من اخطارها لانه كان اندينجر زي لايف اوف زي وومن. اند كان كوز شوك. اند ماي اندينجر زي لايف اوف زي بايشنت اتسلف. والنهاردة هنتكلم بالتفصيل عنه. وفي بعض الحالات الاول هنتكلم عليها. بحيث تقول لنا تدينا براينستورمينج ابود زي الابور. الوطس التاعي لو انتم حابين تسأل ايا يا سئلة ابود زي النبي زي. دي انيولي مريد ليدي كام تو oftentimes. طبعا كدكتور باطناك ممكن يفكر في حاجات كتير. لكن انا كدكتور نيسا بفكر في حاجة مأينة. ايه الداتا اللي محتاجها في حالة زي دي. اهم حاجة طبعا هنا عشان اعرف هي اولا لا. بعد كده هعمل زي اهم حاجة. وبعد كده هعمل عشان اعرف هل هي اولا لا. فاول حاجة بالنسبة لك يا دكتور نيسة دي انحارة. حالة امركبة ايو دي. جات الانترنال ميديسن دي. قمت لكتور نيسة دي. او كدكتور نيسة دي. او كدكتور نيسة دي بي الديات المحتاج ان انا اعرفها اللي هو طبعا الانفتيجيشنز هعمل بريجنانسي تيست وانت ألترا ساوند تو دياجنوز اكتوبيك بريجنسي هنا بقى هاي يقول لنا اهمية اننا عارف هالدي الحالة دي بريجنانت من اساسه ولا لا وهذا البيجنانسي ده اكتوبك ولا لا ده هيجرنا ان احنا لازم نعرف حاجة اسمها عشان ما يجل اشرحها بعدين تبقوا مهتمين بها زيادة ده اللازم نركز تركزوا فيهم كويسا سابنجل اشرحهم في الموضوع ان شاء الله دي لدي كاموز امينوريه سيكس ويكس في ساك انسايد زيوترس دكتور اشور دي لدي دي لدي لكن بعد دو سوئتين دي لدي لدي كاموز ارمزة كاموز اثناء اجلال دي لدي اطلاق دي لدي وموضوع دي لدي دي لدي دي لدي دي لدي دي لدي هي المساعدة المنزلية 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 منها المنزلية تفضل عبورة تفضل عبورة و بعد 2 وقت تتعرض بحياتي 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 في البلطنية retaliation may be ectopic pregnancy or others but here it is most probably it was a case of ectopic pregnancy undiagnosed what we want to know we will do beta HCG and ultrasound today's known as the case هذا هو مدق نظر في مدقن الضفجية من الضفجة سعيدة الظفجية الطبيب مجدد مدقن الضفجية وقد وجدت القيام بحاجة أحياني وحاجة إثبات المدقن العملية هنا من المؤخرين كثيراً إطباع الهدفات ربطرد أوفاريان cyst أو ربطرد قربة دوتم cyst. ما الذي يمكنه إيجاده؟ أولا أفعل تحديد التحديد والألترساني قبل أفتح المثال. المثال. مرحلة المثالة مرحلة في عام البقية التوجي. هي يجب عاملتك. وكانها الغير مرحلة كانت تجربة لتكون ملعان. هذا يوجد أخر مرة أخرى يدخل من ربشالد رائع تيوب الأكتوب وفي المنطقة التيوب الثاني كان يجب أن يطلق هنا في التعامل، يجب أن أحاول أن تحاول هذا التيوب الثاني وفي التعامل، أحاول أن أقوم بفعل سلبينجيكتوم لأن المنطقة التيوب الثاني يجب أن يطلق المنطقة وإذا أحاول هذا التعامل، سيكون هذا التعامل، ويجب أن يكون لديه مرة أخرى من طريق الناس هذا المنطقة كان يطلق من رائع تيوب الأكتوب ويجب أن يكون لديه مرة أخرى من رائع تيوب الأكتوب تهجب أن يكونالك تشكل الإدارات أيضية وشكلة كثير، إنه يجب أن تحاول هذا التعامل ويجب أن نشكل بالصف من الأكتوب ويجب أن نتصرفه في التعامل بعد كما لدينا سيجر ويجب أن تحاول الإدارات أيضية هذا جيد جيد لحصول إكتوبات هذا هو حصة هتيروتوبيقية بعد إغزي تيروتوبيقية يعني أننا لدينا حصة هتيروتوبيقية والإغزياء الأيترين حسنًا وفي التكافي هنا، لن أعطي بإغازية للإغزيترين لأنه سبع الأيترين الأيام وفي التكافي معتاد من التكافي لم يعد تخافي أمام إغزياء في التكافي لن يجب أن تقوم بإغزية الأيترين الأيترين يمكننا أن نفعل أيضاً لابروسكوبي أو لابروتومي لإنسانة أكتوبية هذا هو حيث من أكتوبية أكتوبية هذا هو حيث من أكتوبية وفي هذا المدرس، يصبح يطلق من الألترسان بإنجابة جميلة تقدم في الأسجار 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 في الأسجار 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 ويقفون من خلال الدولة الطعام. التعامل هو جدا. لا نستطيع أن نفعل دندس لأنه سوف نفعل الطعام. سنفعل أيضاً لابروسكوب أو لابروتومي لأخذ هذا الطعام والتعامل الطعام. هذا هو حد. إذا كان حدثاً هو حدثية حدثية حدثية. أيضاً يمكن أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن تكون حدثية 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 حدثية. وكيف تكفل وستطيع أن تساعد لكم. والتجد يتبع إيجادة حدثية 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 حدثية. whereas scientists are patients with history of medical treatment for ectopic pregnancy a three months ago presented by a mess Douglas pouch this is common in cases of medical management of ectopic it is a hematoma and it will absorb if not infected الاغم الطريقة في الجستشل الإي Федاكية لا تتتكلمة على أكثر الأرض 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 إليها أو شخص أو أخرى يمكن الإيجابته في الأمبول الأرض الأزماء الأرض أو الأمبول الأرض أخرى تتكلم أن يكون الأرض الأرض the gestational sac implanted in the abdominal cavity or in the ovary or in the cervix or caesarean section scar ectopic or in a rudimentary hole these are the sites of ectopic pregnancy we have here in the ampullary part of the tube ismic part of the tube or corneal end of the tube okay also it can be implanted on the cervix or in the cervix caesarean section scar or in the ovary or in a rudimentary hole also it can be implanted in the abdominal cavity and it can lead to abdominal pregnancy recent evidence indicates that the incidence of ectopic pregnancy has been rising in many countries recurrence rate also it is 15 after the first 25 percent after two ectopics the incidence of ectopic is rising increase in the incidence of sexually transmitted disease tubal surgery or assisted reproductive technology also improved the diagnostic aids because many cases of ectopic pregnancy can be ended spontaneously without any treatment without even being noticed but by the recent diagnostic criteria present now we can diagnose very early cases of ectopic pregnancy eterotopic pregnancy eterotopic pregnancy means both intrauterine and extrauterine pregnancies it is extremely rare the incidence is much higher following assisted reproductive technology due to retrograde migration it explains the fact that normal ultrasonographically detected intrauterine pregnancy does not rule out ectopic if you see an intrauterine pregnancy you must examine the adnexia and the tubes well to exclude other ectopic pregnancy despite the presence of normal intrauterine pregnancy also you must differentiate well between pseudo sec of ectopic pregnancy and the true sec of pregnancy and the true sec of pregnancy prior tubal surgery prior tubal surgery previous ectopic previous pelvic inflammatory disease assisted reproductive technology contraceptives like failed esterilization and the progestocert intrauterine contraceptive device however ectopic can occur in a normal tube without any risk of the risk of ectopic pregnancy in assisted reproductive technology the average risk of ectopic is 0.5% يعني معين نحن ectopic during assisted reproductive technology the the fertilized embryo or the embryo is transmitted in the uterine cavity but it can migrate to the tube and the cause ectopic pregnancy يعني مش معنى ان العين عملة assisted reproductive technology والدكتور زرع لها او نالي لها البيبي نالي لها ال embryo in the uterine cavity ده معنى ان هي مش هتحمل ectopic لا we must exclude ectopic pregnancy even after assisted reproductive technology and ay y y y y y y y y y وبالتالي إيه لو واحدة ستتركيبة ايو دي و جيت بريجنانت ويماست اكسكلود اكتوبيك بريجنانسي يعني الايو دي ما بتزولش الانسدنس ولكنها لا تمنع الاكتوبيك بريجنانسي وبالتالي لو ست مركب ايو دي و جيت بريجنانت ويماست اكسكلود اكتوبيك بريجنانسي فرست الفيت of ectopic pregnancy is a very important point to be called feed يعني مصير ectopic pregnancy either the pregnancy من البلد من المسيحة. أبورت من المسيحة إلى التوبة. وهي يسمى توبال أبورت. وإن تحرير الأمر تحرير بشكل مرحباً. أو التوبة تسرير ويبدأ في تسرير المسيحة إلى المسيحة وإن المعرفة تتعامل إذا لم يتحرك بشكل مرحباً. أيضا الساك يمكن أن تساعد إلى الأبضاني والتي يمكن أن تساعد إلى أن يكون أبضاني الأبضاني لكنها مرحلة جدا هذه هي أشياء هماتوثالبين this is a tube dilated congested and there is products of conception passing through the femoral end of the tube and the gestational sac present in the tube this is interstitial ectopic pregnancy the pregnancy here implanted in the interstitial part of the tube and they grow and at certain gestational age it will rupture causing a severe massive internal hemorrhage and if the patient diagnosed the early and managed it may lose her life this is advanced extra trium pregnancy either the fertilized ovum implanted from the start on in the abdominal cavity or it may be a tubal ectopic that is expelled through the femoral end of the tube and then implanted on the abdominal cavity and it is very rare and it can come to you with advanced extra trium pregnancy and this pregnancy must be terminated when diagnosed this is tubal rupture the tube is ruptured with massive internal hemorrhage ovarian ectopic pregnancy here the gestational sac is implanted in the uterine in the ovary and the ovary become enlarged and ruptured causing it internal hemorrhage this hemorrhagic corpus leotium cyst and it must be differentiated well between it and ectopic pregnancy and the many cases have opened and it shakhazit alina ectopic also the ovarian torsion must be differentiated with ectopic pregnancy because ovarian torsion can cause severe pain and the mass in the anexia and they must be differentiated from ectopic pregnancy diagnosis diagnosis of ectopic pregnancy ectopic pregnancy is very is very easy to diagnose and in some cases it is very difficult the classic triad of ectopic amenorrhea pain bleeding others syncope and the pelvic mass a differential diagnosis of ectopic pregnancy may be p.i.d. ovarian cystic corpus ovarian cyst as i said endometriosis adenomyosis urologic causes as uti and stones g.i.d. appendicitis okay we can use laparoscopy to diagnose ectopic pregnancy it is very useful in diagnosis we can use we can see the tube we can see the ovary we can see the peritoneal cavity and we can use laparoscopy to treat also ectopic pregnancy caldo synthesis it was used to diagnose chemo peritoneum we introduce a needle through the double pouch trans vaginally and aspirate the fluid scene if this fluid is blood this means is that it is internal hemorrhage and with a positive pregnancy test it is mostly ectopic pregnancy and then we either do laparoscopy or laparotomy to manage second what is the most important items to our tools to diagnose ectopic pregnancy sensitive beta cg trans vaginal and zonography and laparoscopy beta cg beta cg is very important in diagnosing pregnancy and ectopic pregnancy it is if it positive it is a case of pregnancy what i said about discriminatory zone of beta cg and doubling time the discriminatory zone means that a maple beta cg from 2000 to 5000 units and by trans vaginal ultrasound we don't see a case in a sac in the uterine cavity it is a case of maybe a case of ectopic pregnancy also if the beta cg is more than five thousand and by transabdominal ultrasound we don't see a sac in the uterine cavity it may be a case of ectopic pregnancy بمعنى لو الحرد الوادي امنغت بيتا اتس جي لانها 2000 يونت وبعدين عملنا ترا عملنا سونار مهبلي فما شفناش ساك خالص في اليوتران كافتي فده احتمال كبير او انها يكون اكتوبة بريدنسي لو انا ما عنديش اا سونار مهبلي وعملت سونارة عن طريق البطل لازم وكانت البيتا ساب يونت 5000 وما شفتش ساك بالابدومن الالتراسوند ده برضو معناه ان في مشكلة وهذا الحمل ممكن يكون اكتوبة بريدنسي الدابلينج دائم الدابلينج دائم اللي هو تضاعف قيمة البيتا اتس جي لو البيتا اتس جي حصل لها الوصول انار ضابلينج دائم ادا قويس ودي الفل لو حصل هن هو بيال بس اذن هذا الحمل موجيه دائم لو في دابلينج بس منه اقل من ستين في المية ده معناه ان فيه وده ممكن يقول لنا ان الحاملة ده ممكن يكون فبعمل بقية كده الالتراساوند لو لقيت ببصي على الالتراساوند ببص على ببص على ببص على لو تشوف ببص على افتساك في بشوف الساك ده هل هو الفولس ده بتاع الفولس بيبقى عبارة عن موجود في وليس ساك اعرفكم ازاي بيبقى ما بيبقى حاجة ما بيبقى ما بيبقى تاني حاجة اللي بيبقى فيه فاسكولاريتي حواليه انما بالدوب بالدوب للالتراساوند انما الساك بيبقى وما فيش حواليه اي فاسكولارتي بعد كده ببص على بشوف فيها بشوف فيها بعد كده ببص على ببص هل فيه بالدوب الحقيقة ان انا عشان اتاكد مية في المية ان الحالة دي بقول عليها لازم اشوف وكمان عشان اقول احلف الف في المية ان ده اكتوبك لازم اشوف فيه بالساشن موجودة في هذا الساك لكن لو انا مشوفتش بالساشن يعني اقول ان هي احتمال تكون اكتوبك او ما تكونش لازم سيرجيكال تريدمينة او ان بدها او ابوروسكوب اللي هعمله بالفتح الباطن هو نفسه اما اعمل سل بينتسكومي يعني انا حشيدي الانبوبة خالصjas او اعمل سالبنجوتومي يعني هفتح الانبوبة واشير الجستيشنل ساك وخلاص. السالبنجيكتومي ولا السالبنجوستومي? السالبنجيكتومي احسن من السالبنجوستومي. لان انت بتشيل التيوب خالص وبالتالي مش ممكن يحصل حاجة اسمها ولا يحصل في نفس التيوب دي انتاني. انما المشكلة الاول الستة عندها التيوب التانية فيها مشكلة هي كمان هنا هنضطر نعمل سالبنجوستومي عشان نحافظ على طيب الاكسبيكتنتي مانجمنت فيه بقى الميديكال تريتمنت اللي هو ان احنا ندي ميتوتريكسيت. الميتوتريكسيت بيتاخد امتى? لازم تكون الاكتوبك اقل اقل من ثلاثة ونصف سانتي. يكون اقل من خمس تلاف يونت بير ليتر. يكون اندستوربت. يكون ما هيش فيش فيها انتيرن الهيمورج. وتكون ده ممكن ندي ميتوتريكسيت. بيتاخد امتى ماشكولر ممكن واحد ميلي جرام بير كي جي. ممكن يتاخد اكتو ثري دوزيس. الميتوتريكسيت ترابيه هي جيدة ولكن لن يجعل القيام بأمر بشكل جيد. أو يمكنك إضافة هاتف لبطي أو لبرطي أو لبطي أو حياتي. في المنطقة من المتعريكسات تربيوية يمكنك إضافة المتعريكسات and the gestational sac itself, Either through laparoscopy, or through ultrasound-guided transvaginal procedure, or give hair either intramuscular to resolve the condition of ectopic pregnancy. The Methotrexate toxicity, marrow suppression, hepatotoxicity. and so before giving methotrexate we must do completely CBC and liver function to and to be sure that the condition can you can give methotrexate in this case the precautions during methotrexate as I said hydration alkylization of the urine we can detect the manifestations of toxicity we must monitor the response by measuring the beta HG and the finding that there is a tether decrease by time if that it does not decrease or increase we must do laparoscopy to remove the sac persistent ectopic pregnancy it is a very bad complication of self ingiostomy when doing self ingiostomy or milking just the milking of the tube the trophoblastic tissue may persist in the tube and lead to persistent ectopic pregnancy it is not a recurrent ectopic it is a persistent ectopic the ectopic does not resolve completely and grow to do to make symptoms like a mess or internal hemorrhage and the patient must be re as the end of the picture this is my what for any questions thank you very much you 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 you